طيب تعالوا بقى أكلمكم في الموضوع الأهم في حلقتنا النهاردة النهاردة فيه جدل كبير جداً في أوروبا بسبب بطولة السوبرليج وتفاصيل كتير هقولها لحضراتكم يعني أول حاجة معايا أقرت محكمة العدل الأوروبية بصحة إقامة بطولة السوبرليج في أوروبا وقدت طبعاً داشئ بالنسبة للفيفا كان كبير هي أدانة بقى الاتحاد الدولي وليوفا لإعاقتها تنظيم البطولة وفي إبريل 21 قدم 12 نادي اللي هم الـ 12 نادي الأكبر في أوروبا من الأندية الكبرى في أوروبا يعني خطتهم الأساسية لإقامة دور السوبر في عضوية دايما يعني دولا هيلعبوا 12 فرقة هيلعبوا كده كده دور السوبر من أجل المنافسة طبعاً موضوع مدي فلوس كتير جداً يعني لكي تحل بديل بقى لبطولة دوري أبطال أوروبا اللي طبعاً بينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكن الخطة دي تم رفضها سريعاً بعد اعتراض شديد جداً من الروابط الاتحادات ومن الجماهير وتحركة الاتحادات الأوروبية كلها تقريباً من خلال تحديث فعليات بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريق والآن لدى منظومة دوري السوبر خطة جديدة بمشاركة من 60 لـ 80 فريق من عدة أقسام وطبعاً يبقى ريال مدريد وبرشونة الأحرص على أقامة دوري السوبر وطبعاً ده بيهدد يوفا بيهدد فرق دوري الأوروبي يعني حلو؟ فرق دوري السوبر الأوروبي ولعبيها طبعاً هو ده بيعددهم بالاستبعاد من كافة المسابقات ليه؟ لأنه هو خلاص ما بقاش فريق معهم موضوع مدي إحنا عايزين نلعب دوري السوبر ده بيجيب فلوس أكتر أو هيجيب فلوس أكتر هم التانيين راح عاملين تهديد كده لا إحنا لو انتم شاركتوا اللعيبة والموديل الأندية كلها تشطب اعتبرت بقى المحكمة اليوم أن الاتحاد الدولي فيفا ونظيره الأوروبي يوفا قاموا بسوق استغلال سلطاتهم تجاه الأندية المؤسسة للبطولة دي يعني لدوري السوبر مؤكدة أنه ليس لديها الحق في فرض عقوبات عليهم يعني وعلق بقى بريند ريشارد الرئيس التنفيذي لبطولة السوبر ليج طبعاً الريال مدريد بريز هو اللي بيقود كل ده لكن أنا الأسماء اللي أقول لك وديل هي اللي علقت علق النهارة بقى قال إيه بقى اليوم هو يوم تاريخي لكرة القدم وبطولة السوبر ليج في الطريق وانتهى احتكار الاتحاد الأوروبي فكرة كرة القدم المجانية والآن ديها لم تعد تخشى العقوبات والآن يمكنها تحديد مستقبلها بنفسها طيب الفيفا برضو كمان كان لازم يرد علق بقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بشأن تأييد إقامة بطولة السوبر ليج وقال الفيفا في بيان رسمي بالمناسبة علمنا بقرار محكمة العدل وسنقاوم بتحليل القرار وسنقوم بتحليل القرار بالتنصيق مع يوفا وباقي الاتحادات القرية الأخرى قبل التعليق بشكل موسع وشد الاتحاد الدولي منتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي تركزوا في الكلام جماعة التسلسل الهرمي بناء على الجدارة الرياضية والتنفسية والتضامن المالي وأشار كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة وأكد الاتحاد الدولي لها الجدارة الرياضية وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم سيواصل فيفا والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المداد في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع الحياة العالم لكن الشركة المنظمة للبطولة كمان كان لها رد ورد فعل سريع كمان أعلنت الشركة الأسبانية المؤسؤولة عن إدارة بطولة السوبرليجة عن الشكل الجديد للمسابعة تعالوا بقى أخدكوا لكصة تانية تعالوا بس تعالوا نشوف الفيديو اللي بيطرح نظام البطولة وأنا هواضح لكم الكلام ده لأنه هو قصة كبيرة جدا نشوف الفيديو ده وأنا هواضح لكوا بعد كده نظام البطولة اي 22 wants to create the world's most exciting club football competition our proposal aims to ensure competitive tension throughout the year it's an open system featuring promotion and relegation and two stages a league stage and a knockout stage the european men's super league will have 64 participating clubs divided into three leagues star gold and blue the star league consists of 16 clubs divided into two groups of eight it's the same for the gold league 16 clubs two groups of eight the blue league will have 32 clubs split into four groups of eight during the league stage clubs play each other within their groups home and away that's 14 matches per club each season seven at home seven away